رغم فقدان بصره يقف العم خضر على الطريق منتظرا لعل هناك سبيلا لعودة ابنته كريستينا ذات الربيع الثالث التي خطفها تنظيم داعش من أحضان أمها وهنا يروي والد كريستينا قصة هذه الطفلة والله ظلنا بيا لداعش فرد عشرين يوم وراجوا علينا أنتم ليش ما تطبعون ليش ما سيروا الإسلام نموديكم على الموصل فاعلين جدت السيارة قالوا يلا قوموا اطلعوا صعدنا على السيارة فرض حوالي ثلاثين نفر صعد واحد أخذ كريستينا ونزل بنتي صغيرة ثلاث سنوات أخذها ونزل قلتها الأمها قول نزل عليه شي يريد من الطفلة نزل عليه مرة مرتين مرة بساذبة قال صعدي قبل ما يكتتوش صعدت على السيارة قال للشايق اطلع طلع الشايق وورا ما وصلنا الخازر نزلونا عائلة تتألف من ثلاث بنات وولدين الأم أخرجت بناتها خارج نينوى خوفا من خطفهن وأبقى طفلتها الصغيرة كريستينا كونها تحتاج إلى رعايتها لكنها لم تكن تعلم ماذا يخبأ لطفلتها الصغيرة لما دخل داعش احنا ظلينا آني وأبو كريستينا وكريستينا هي كانت طفلة صغيرة ظلت خلتها عندي لأن تحتاج إلى عنايتي ورعايتي بس أخوهم أخوهم هذول الأولاد الباقين الأربعة طلعوا وي أخوهم الكبير بنات وأولادي ثنين ولد ثنين بنات طلعوا ويعمهم بالسيارة على أربيل وظلت بس آني وأبو كريستينا وأبوها وحدة 16 سنة وحدة 14 سنة كريستي ميش 12 سنة والأخ 25 سنة هم طلعوا ويعمهم بالسيارة أربعتهم لن تعرف خفت عليهم لأنهم مقبار فقلتهم طلعوا بس ما عرفت أنهم راح يأخذون حط الطفلة تعود كريستينا إلى أهلها بعد أن مكثت ثلاث سنوات رهينة لدى التنظيم ورغم فرحة العائلة بعودتها إلا أن هناك خوفا من هيمنة الفكر المتطرف الذي عاشته هذه الطفلة داخل مجتمع التنظيم كريستينا واحدة من مئات الضحايا اللواتي ساقطنا بيد عناصر التنظيم طفلة شهدت بشاعة الحياة في تجربة قاسية بعيدة عن أحضان أمها وأهلها سعدون السلطان أورينت نيوز سهلوني نوى ترجمة نانسي قنقر